سيدنا أكمل ما فيش شك من الاستثمار مهم جداً وأعتقد أنه مرتبط شوية بالشق السياسي والاقتصادي أيضاً في نفس التوقيت فإحنا هينقش هنا بكل تأكيد لأنه نحتاج تشريعات ونحتاج أمور سياسية كتير متعلقة بتحفيز الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وفي نفس الوقت اقتصادياً لأنه لينا عكاسات كبيرة جداً ماذا قدمت التنسيقية في هذا الملف؟ الحال أنه احنا في التنسية قدمنا مجموعة من الأوراق والتوصيات أولها زي ما قال الدكتور سمير تحليل للواقع ومجموعة توصيات تشريعية وتنفيذية أظن أن السيد الرئيس الجمهورية كان سابق للحوار الوطني بمجلس الأعلى الاستثمار والتوصيات معظم التوصيات التي كانت جهزة في لجنة الاستثمار كانت تطلع في المجلس الأعلى وده كان حاجة جيدة جداً الحال أنه احنا كمان في التنسية قدمنا طلبنا قياس أثر تشريع القانون الاستثمار عشان نشوف ليه الحوافز الضريبية والاستثمارية اللي موجودة فيه لغاية دلوقتي ما جابتش العائب بتاعها قدمنا كمان على تعديل قانون الضريبية العقارية لأنه بيمثل عبق على المستثمرين وبخاصة المستثمر الصناعي كمان بنشتغل دلوقتي وقدمنا توصية كمان في الحوار الوطني على خفض كمية الرسوم اللي بيتحملها المستثمر في مصر والتوسع وطلبنا بالتوسع به المناطق الحرة الخاصة واللي دي مستهدف بيها زيادة التصدير فده هيزود لنا الناتج القومي وبرضه هيجيب لنا حصيلة ضرورية فيعني احنا في نفس الوقت بنلعب في الاتجاهين ما يوفيد الاختصاد الكلي وفي نفس الوقت أعزز الحصيلة الضرورية